طيب كابتن طه لسه الحوار بنتكلم فيه انت بعد ما دخلت النادي الاهلي اول ما دخلت غرفة الملابس مين اللي استقبلك من اللعبين ومين اللي احتضنك ومين اللي انت حسيت ان ده يبقى انتي ما في وقت من القوات انا كان فيه لعيب اكبر يعني كنت اتمنى ان اشوفهم بس فيه منهم من استقبال ان استقبال عجيب يعني هخص بعض الاسماء توتو ده يرحب كبتوها بتاع المحق بطانتا اه توتو كان اما ننزل السخة اول ما روحت اما ليه كان له لعبة معروفة على طوله كان له مشجع مخصوص يقول يلا يا توتو يرقى عامل التحاجلة ديته ومديها دخل الجول من السينتر اما ليه فكنا ننزل نسخن فواحنا بنسخن لسه جديد معاهم فكتو ترفع الكرة واشوطها في الصايم بيقول لك خلاص يا جماعة هنلعب دعبة الشيخ طاها انا فين هو فين لسه جايد فتخيل لما يقول لي ديت بتديني بقى يقول له هو روح معنوية غير عادي مش عايز نقاش هو وكاب سيد صالح ايامها دول النجوم الكبار طبعا كاب صالح سليم اول ماتش رسمي بنلعابه ضد ترسانة ألعاب ونادي الترسانة نزلني كابتن قدام الفرق قدام نادي الترسانة هو كان كابتن أصلا هو كابتن النادي وكابتن كل الأجيال كان صاحب النادي فطبعا عايز يديني ثقة انه ننزل وسلم وتاعه ده اول مباراة لعبة نحية طربوية عظيمة جبت اهداف في الماتش ده كابتن؟ ماتش الزمالك اللي ليه على طول اه اللي بعدين لما ماتش الترسانة انت نزلت فيه كابتن التيم وكابتن صالح اللي ده اللي هو سبب هو ده النادي الأهل يا كابتن بالضبط وانا بقولك يعني انا بتكلم عشان نعرف انا بدون اعطي كلام اخديك مثل صغير يا كابتن ده انا هكمل بس حاجة لانه انا كنت نزلني كابتن بالرغم من مين يعني فيه طرق سليم وفيه عبدالوب سليم في الفرقة اكبر اهدا منك كل الفرقة اهدا مني كله ده الا اول ماتش العاب وكل اللي موجودين رفعت الفناجيلي وطلعت وعبدالوب سليم وطرق السليم كل دول اقدم منه بص كابتن صالح وكابتن عبوهاب وكابتن طاري وكابتن حلمة ابو المعاطي اه اه ما نوجود في الصورة دي اه ما ده احنا احنا معنا كنوز الله العظيم معنا كنوز استمتعوا بالحديث ده لابس النظرة الصورة دي يا كابتن اه النظرة دي موجودة لحد دلاتي ولا اه اه بعد صالح وطاري وحلمة ابو المعاطي وطلعت طلقت كابتن طلعت اه فلازم لكب في النادي الاهلي دي كابتن نعم اه دي كد في جنينا من الجنينا جنينا 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 تتابع مش عارف في عصمانة عند عصمانة او حاجة كان في ناس كده موجودين كده جلسة كده غريبة شوية نزل الكابتن في ماتش الترسانة اه واخد بالك فبقولك بالله من الكراتي اللي بلعبه دول كله مقدم مني نعم مش عشان ايه اخد ثقة كبيرة وبعدين انا اتعلمت منه الحقيقة ما نساش يعني فيها حاجات في الكرة تعلمتها منه من الكابتن اه يعني مثلا انك تجري ويعنيك فوق مش في الارض اه عشان تبقى كاشف الماء اه فيقولك ايه خلي الكرة تبقى بعيدة عنك شوية تبقى لمحة اه انت لو برجلك تحت حتبص لبكورة بس تحت حتبص تحت اه فيقولك عشان ما تبص الشح خليها بعيدة سنة صغيرة يبقى لمحة اه شايف فوق ولمحة ويمو ويعمل كده انك تشعر عالمهالي اه حقيقي انا بكلمك بأمانة رفعة الفني اولا لتنين لتنين لا نحن كان معاك اساطين هنتكلم عليهم كمان انا انا احنا بص يا كابتطها بالنسبة للبانوراما اللي عندنا ديت انا جاي بكل نجوم بحاول بقدر امكان حتى بغير كل فترة يعني مثلا الله ارحمه كابتن محمد عبدالله الوحش كابتن حسن شحاتة ابراهيم حسن كابتن حمادة كابتن طاها كابتن شوبير سيادة الفريق عبد محسن كامل مرتجي طهر الشيخ دكتور حسن مصطفى رئيسة تحديد دولي كابتن عالا بو جريشة كابتن صالح بعديه كل النجوم دي احنا بنحاول نقول يا جماعة ان الرياضة سمة من السمات الجميلة اول والناس دي تعرفت بقى اخلاقها اللي هم موجودين عايشين معنا لحد هذي المحسن ده تواصل اجيال كابتن ده ليه صداقات مع جميعهم كلهم في وقته والحقيقة سعيد هذه المجموعة العظيمة جدا ان كان ليه دور معهم ولو دور ضئيل وبسيط انهم كانوا اعلى ناس ده فيه كمان هو كابتن طهر بالزيت واعماد متعب والمهندس محمود طهر كلهم اصابهم تعملت معهم فالحقيقة ناس افزاز وانا يعني بقى سعيد جدا لما شوف هذه الاسماء واسمع سيرتها وحس ان انا كنت يعني انتمي لهم ولو انهم في مكانة عالية كبيرة هو فيه كمان الكابتن شوقي وهذه حسام غالي كابتن حسام من البدري كابتن زيزو بنحاول بقدر الامكان نقول للناس ان فيه تواصل اجيال وبعدهم فيه الكابتن محمود الخطيب بيبو اللي هو الوقت بيقود مسيرة النادي الاهلي نعم نعم طيب اشتركوا في القناة